مهم جداً نربي أولادنا من همه وصغيرين نربيهم على أن البشر مش صفاتهم العصمة وأنهم ممكن يعني فكرة يتوبوا والله سبحانه وتعالى يقبل توبته يعني لو أن الأب ما قعدش يهاتي ويرفض أنه هو وقع في الخطأ وجيه واعتذر وتبقي إلى الله سبحانه وتعالى هيبقى فيه فرق كبير ولذلك احنا لازم نعلم أولادنا فيه فرق أن أنت تتخذ رمز وفيه فرق ما بين المعنى وعشان كده لما الرمز هيسقط فالمعنى ما بيسقطش فالرجل اللي احنا توسمنا فيه الخير ممكن يكون رمز للدين لكن هو أكيد مش هو الدين ثلاث حاجة زعل من ربنا بقى أوقات الأولاد بينشاؤوا في بيئة فيها نوع من أنواع المعاناة زي أن أحد من الأولاد أصيب بمرض عضال أو أنه يفقد حد منهم أو إن لو كانت الأسرة فيها تفكك وعون في أسري أو لو كانوا متأثرين بالمعاناة اللي بتحصل حوالينا وانتوا شايفين الحل اللي حوالينا بيعملوا إيه في المستضعفين المجرمين فيكون جواهم زعلنين زعلنين إن الصهينة المجرمين بيعملوا كده فيسألوا ليه؟ ليه ربنا؟ ليه أخذ أبويا مني؟ أو عارف إن أنا أكتر حد بحبه؟ ليه ربنا سايب أهل فلسطين كده؟ إزاي يكون هو أرحم الراحمين؟ وفي نفس الوقت سايبهم يتعذبوا العذاب ده؟